مشاكل في الصين اكبر المشاكل مش فقط في السياسة ولكن في القطاع الاقتصادي عندنا مشكل كبير في قطاع العقارات انهيار كبير جدا في اسعار الشقق و كالشركات انهارت الى اخر لكن ايضا سياسة سياسة كسي جيمبينغ في قضية الكوفيد اليومين اعلنوا على مدينة اخرى في 21 مليون دارونهم دارونهم ما يخرجوش من ديارة وقبلها كانوا داروا المدن اخرى وهذه مدن صناعية كبرى كانت في زوانغو كانت في مدن كثيرة في شانغاي شنون مدينة هذه فيها 21 مليون لقوا 700 حالة تا كورونا غلقوها كاملة طبعا هذا اثر حتى على المستوى الاقتصادي العالمي والى الامدادات والسلاع الى اخر لان هذه المدن في الصين هي كما تعرفوا مصانع العالم لكن المشكلة الاكبر اللي خرج لهم امس لعلى البعض منكم تابعوه وهو تقرير الامم المتحدة اللي اخيرا خرج هذا التقرير وكان منتظر وتأخر كثير خرجاته باشلي اللي كان اليوم من اخر يوم لها فخرجت التقرير وهو تقرير يودين الصين بشدة فيما يتعلق بالايغور والايغور هم مسلمون من اصول تركمانية او تركستانية احتلتها الصين وهي تسمى تركستان الشرقية احتلتها الصين وضمتها يعني بلاد كان موجود دولة كانت موجودة بلاد كانت موجودة احتلتها الصين وضمتها للصين سكانها في حدوث 12 مليون ومنذ حوالي 7-8 سنوات خاصة منذ وصول السيسي وصول السيسي سهل لهم المهمة لان وصول السيسي ادى فيما بعد الى ما حدث في سوريا وفي اليمن الى اخره فالدول كثيرة كانت متردة وهي تشوف ربيع الشعوب وتشوف المظاهرات والاحتجاجات فكانت تعمل مسلميها بنوع من لطف خايفين من ردة الفعل اللي راح تكون في هذه الدول اللي تشهد ثورات الى اخره لكن بمجرد من قلبت سواء الهند او نيانمار او حتى بنغلاديش اللي هي بلاد مسلمة عندها ما قتلت من معارضيها اللي يسموهم منتمين للإسلام السياسي او بلدان اخرى وخاصة الصين 12 مليون اغلبيتهم العظمى وهذا يقولها التقرير التقرير يتكلم على الاقل مليون شخص يتعرضون لاضطهاد رهيب لغسل الدماغ اخذونهم ولادهم من عندهم ويقولوا ان ملايين اخرين ايضا متضررين من هذه السياسة اللي هي سياسة يحبوا يردوهم كما الصينيين مكنش ما نقبللكش انك تكون مسلم ما نقبللكش انك تصلي بالمناسبة مست ايضا غير مسلمين وهم مش صينيين وغير مسلمين يعني من هذا الايغور كان بعض منهم غير مسلمين مستهم ايضا تقاليدك ينحيها لك دينك ينحيه لك ولادك ينحيهم لك يسكن معك ناسينيين وتقريره في حوالي خمسين صفحة انصح بقراءته باش الناس تشوف طبعا الصين ردته قالت هذه مؤامرة غربية وهذا مش صحيح الاخير لكن هذا كذب لان هناك ادلة كثيرة هناك وثايق هناك فيديوهات منشورة واللي يريد ان يبحث يكتب على الايغور خاصة بالانجليزية يكتب على الايغور وما يتعرضون له من استعمار تدميري يشبه الاستعمار الفرنسي في الجزائر في بداياته الاولى عندما كان يسحقوا الجميع الحقيقة ان كل القوى هذه الكبرى والقوى الاستعمارية خطر على الشعوب وعلى الدول وعلى البلدان لكن واحدة كما الصين لو كانت تتمكن ان هذا العالم رغم ان كل ربعة بشر كان واحد صيني يعني يستطيعون ان يتحكموا في العالم خاصة مع التكنولوجيا اللي وصلوا لها يستطيعون من بيكين او من جوانزو او من شونغاي او من اي مدينة صينية يقدر يمشي لك نصف الكرة الارضية بالتكنولوجيا اللي وصلوا لها وهو من يجربوا الان في الايغور ولمشت لهم في الايغور رح يطبقوها وستذكرون هذا الكلام رح يطبقوها مع الشعوب اخرى ومع دول اخرى خاصة المجاورة لهم ورهم يتحضرون الان لغزو طايوان ولو كان يمشوا في غزو طايوان تولي قضية اوكرانيا درجة ثانية في ما يحدث للعالم لان الغرب يومها اذا رد يدفع الثمن واذا ما ردش الناس قاعد تدفع الثمن خاصة ان الصين هي مصنع العالم اكثر من خمسين بالمئة مما يتم انتاجه في العالم ينتج في الصين تخيلوا تلك الكميات الرهيبة والهائلة وقبل ما نخرج من الصين الصين و الصين وروسيا عاملين مظاهرات مظاهرات قلت لا مناورات مناورات اسمها فوستوك 2022 ومعهم الهند ومعهم واحد الدول منهم مجمعتنا يعني نيكاراقوا يعني دول منهم الجزائر السؤال ما الذي لماذا تذهبون الى مناورات مناورات في اطراف الدنيا من جهة روسيا الشرقية يعني من جهة اليابان وكوريا الشمالية والجنوبية والصين من الجهة الاخرى هذيك اكثر من 10.000 كم بعيدة على الجزائر رايحين يشاركوا طبعا مشاركين بـ 200 شخص أو 300 شخص ما يجوش حتى في لكن هذا العمالة للقوى الخارجية وتقسيمكم جناح روسي جناح فرنساوي جناح جناح 30.000 جندي وموالفين يشاركوا بـ 300.000 هذي مناورات مش اول مرة هذي مناورات تصرى تقريبا كل سنتين لكن في 2018 ما درواش في 2020 كانت كاينة الكورونا لما الصين تشارك رايحة تشارك بالاف العسكر ومئات الدبابات ومئات الطائرات لما الهند تشارك عندها لما الروس تشارك عندها لما الجزائر ونيكاراقوا ومش عندهم وفقط راكم تجيبوا في العيب وتسهلوا المهمة لقوة غربية باش يقول لك شوف هذا البلاد وهذا النظام وهذا وهذا وراهم مع الروس والصين فأي هزيمة تديها روسيا شعب الجزائر يحتفع ثمنها نتيجة لسياسات عرجاء مش تخلنا احنا في هذه الحروب بتاع الكبار احنا لازم نحافظوا على بلادنا ما ندخلوش في هذه التحالف والمحاور لان هذا يذرنا ما ينفعناش الغرب معول على الروس ولبقيتوا شادين في في سروال بوتين راكم راح ينطحوا معاه هذا موش معناها لان الغرب قوين خافوا لا بمعنى انك ما تمدش الفرصة لقوى خارجية خطر اخر يقول لك اوكي والله انا نجي نحتى الوهران وعنابة والجزائر لانتو ما راكم كنتو متحالفين معا فوتين ومعا ما نش عارفش كون لماذا راحيل هذا الشيء واش من قوة احنا عندنا اللي يقدروا نواجه به القوى الغربية او غير الغربية واش من قوة وعلى قصة تقدير تقدر تصرح حرب ما بين الجزائر ومالي ولا الجزائر والمغرب ولا الجزائر وتونس هادي هي ما واش من امكانيات عندنا وقدرات هيك تشوفر انا اللي برانشلوها نستوردوها او الكلاش نستوردوه رصاص نستوردو محكوش على الدبابات وعلى الطائرات وعلى حكوش عليهم وليما نستوردوهاش ندلونا عملية تجميع قال نمر قال لك دبابة نمر او دبابات المانية حطوا عليها الاماراتيين اسمهم ويجمعوا فيها عندنا هذا ما كان جيم واجدة يعني العجلات المنفوخة كما كانت تحكوته هذا ما كان غير لانا عند العسكر ما كاش يراقب والريحين توم في مناورات مثل هذه ومش هذه فقط ومرت هذه المناورات من ثلاثين قوت الى خمسة سبتمبر يعني تبعد سمانة تخلاص بعد ثلاثيه مش هذه فقط ومرتبين مناورات من جهة تندوف مع الروس في بداية نوفمبر ها رك تعطي فيه فرص لجهات تريد للمنطقة المغاربية ان تشعل رك تعطي لها فيه فرص يقدر واحد يقول لك اه بصع المغرب ثاني راح جاب ما انش عارف مناورات الاسد 2020 ودارها الى اخر ولماذا احنا لازم نديروا بنفس الطريقة ولماذا لازم نجيبه قوة خارجية على الاقل تبقى الجزائر ومن ديروش مناورات مع قوة خارجية وليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة المنطقة ولا في مصلحة الجميع هذه المناورات الخارجية انا شخصيا كنت ادنت هذه المناورات اللي صارت في المغرب معرفة بمناورات الاسد ما انش عارف وسنودين بنفس الاسلوب وبنفس الجو هذه انك تجيب الروس وتدير معها مناورات واشتخلنا احنا في هذا هذا صراع الكبار يجب ان نفهم وتكون عندنا سياسة واضحة فيه اننا ما نتورطوش فيه تحت اي ظرف كان عندما يتصارع الافيال كما يقول المثل الافريقي فان الحشيش هو الذي سيدفع ثمن يعني الكون غدوة تشعل بالفعل حرب على مستوى عالمي ما بين الروس والغرب وراهم كل مرة يتقدمونها او احنا نروحوا في الرجلين ويدفعونا الثمن على اساس ان حولها فأتاع الروس وانتم مشتين ما الروس العسكر لكن الاقتصاد مع فرنسا البيترول مع امريكا ما تقدرش تلعب على كل اللي يلعب مع الحنوشة وكل الرقاصات ينتهو بالحنوشة يلدغوه كلهم هذا يسموه عبث ودخول في محاور دولية نحن لا ناقتلنا فيها ولا جمل كون يربح الروس وش نستفيده لا شيء كون يخسر ندفعو ثمن غالي اذا المناورات راي هناك وهي المافيا انا مشاركة فيها كم اقول تبعونا بمئتين شخص ماذا اي هذا المئتين شخص او وقع خباراء ايه وش يربحو في سبع ايام ادراهم فقط اطبع ثارة ادراهم واللي رايحين معاهم ضباط الكبار اللي رايحين معاهم يعمروا شكارة وهذا ما كان يجب الابتعاد عن المحاور المتنازعة والمتصارعة وقد تصبح متحاربة اي نظام حكم عاقل من هذه البلدان الصغيرة والضعيفة مثل بلدنا يبتعد عنها